موسيقى اوه مالك جاهزي باريز هنا والنا للتوب تن فيفا سيفن تين وزين ما شفتوا اول هداف كان ضربة حرة جميلة من صالق تاليها كذلك ضربة حرة من مالك والضربة الحرة التالتة كذلك من إدريس زي ما عارفين إنه من شروط المصابقة ما ناخدوش في ضربات الحرة إلا لو كانت مثلا لقطة معينة زي مثلا من ريبونة ولا حاجة زي هي فعموما نجو لي الهدف العاشر الهدف العاشر على فكرة ترتيب يعني مكرر الأول عندنا من أبو غمجة ضربة تيكالجو أو ضربة مقصية جميلة والترتيب المكرر لبعاه كذلك من عبد الباص حتى هو ضربة مقصية جميلة جدا تظروف العارضة الفقية بكل ضغط بالقوة فهذا كان ترتيب العاشر مكرر بعدين عندنا الترتيب التاسع حتى هو ضربة مقصية مش عفشان قصة المقصيات من عبد العاطي عبد العاطي يلعب بستيرلنج يدير ستوب حلو لكن شوفوا الأسست الأسست بريبونة أسست صراحة أعجبني نشو لي الترتيب الثاني التامن كذلك حتى هو يعني نسخة كربونية يعني هدف نوعا ما يعني سكيلز مش هديك سكيلز بس يعني هدف جميل من محمد جي دي كذلك هو طبعا ترتيب مكرر ترتيب الثامن زي هو زي الترتيب اللي معاه محمد محمد إن شاء الله حتى المشتركين أغلبهم اسمهم محمد فزي ما تشوفوا يلعب بديمارية ديمارية حتى هو دار سكيلز شوف صاحبة خشفة المدافع المهم هدف جميل هادم كانوا يعني الترتيب الثمانية المكررات عندنا الترتيب السابع كذلك حتى هو سكيلز لكن يعتبر أفضل منهم من عبد الوهاب يلعب بيناني وهدف جميل عبد الوهاب طبعا ديما يشارك معنا في التوبتن العشرة في الفيفا السننتين ونلقو المهاري اللي بعده أحمد الدبروف كعادت ديما يمتع فينا في حلقات الفيفا السبعة عشر نجول للترتيب الخامس عندنا الفاريس وراء انكريديبول كورنر فروم هيم يحطها طول في المرمى صراحة يعني أهداف زي هادم نشوفوش فيها طبعا كل يوم الوهالة وطبعا مقصودة واضحة على هنا قصدها هدف جميل جدا عموما نمشو للترتيب الرابع عندنا عبدو الجديد يلعب بيركسن ايركسن صراحة يقولو انه من أفضل الكمات لو ما كانش الأفضل لكن شوفو الفنش الفنش يا حبيبي الفنش جميل 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 جدا يعينيه لك عموما نجول لي محمود المختار في الترتيب الثالث كل ما نصو ترتيب القدام نشوفو أهداف ولا أروع وأهداف نادرة زي هالسكوربيون الحلو اللي حطها لفصقف ووين ما يسكن الشيطان طبعا الحارس مستحيلة كان يقدر يجيبها وزي ما عارفين طبعا أهداف سكوربيون صعب انك تسجلها تبيلها يعني مش أي حد يعني يعرف يسجل أهداف سكوربيون تبيلها حتى حضي يعني معاها يعني صعب انك تجيك وضعية ادخلك انك تسجل هدف ليسكوربيون هذا كان معانا الترتيب الثالث نجو بعدين لي الترتيب الثاني الترتيب الثاني عندنا أبو عزة صراحة هدف يعني عجبني هدف وان تو وان تو ما شفتش زي كريسيانو يتواغل من جهة اللي صار يعطي وان تو حلوة شوفوا الوان تو بالكعب من فوق الحارس يلعبوا كذلك طبعا كل الأهداف هي أونلاين لكن هني عندنا كوب ما عندناش ألتيميت تيم فصراحة انت فاهم عالي وان تو صراحة يعني جميلة جميلة شوف شوف يعطيني الإعادة يا حبيبي يعطيني الإعادة من فوق الحارس الكعب هدف السحقي كون معانا في الترتيب الثاني نجو لي الترتيب الأول عندنا سيراج كوافز معنا طبعا بضربة مقصية أو أسست مقصي لكن أسست مقصي وهدف مقصي هذي حاجة يعني ما نشوفوش فاهم ممكن إلا في كفة الماجد شوف شوف الإعادة يعني هدف صراحة يعني كأنه صراحة في في الانيميشن يعني حاجة غير ما نشوفوش فاهم صراحة في الفيفا زفنتين هذا في يعني جميل وسحقي يكون معانا سيراج في الترتيب النول هذي كانت الترتيب العشرة للأسبوع إن شاء الله كانت عجبتكم لو عندكم أهداف كذلك أبعتوها لي لخاص الصفحة التبتن الجاية إن شاء الله حتكون عليه البتلفيلد ون فلو يعني من مشاهدين عندنا شباب يلعبوا في البتلفيلد ون وعندهم لقطات حلوة بتنسوش تبعتوهانا تنسوش اللايكات والاشتراك بالقناة ومع السلام